موسيقى الكرام والتسلل المميز في هذا الأداء الجميل ويأتينا مرسال حمد بن محمد بالحطم العامري من ينطلق ويتسلل إلى صدارة المركز الثاني يأتي ناسي محفوظ بن خميس بن علي لنيبي وهنا وصل أشقر حارب بن حمد بن شميل الراشد من يأتينا على المركز هذه اللحظات الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع ورابع المراكز هنا الحذر لسهيل بن مبارك بن سعيد بن مرخان هنا وصل أيضا امشرف سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان وشعار أيضا صعب المضمرين في الانطلاق والتحدي بينما المركز السادس المركز السادس ويأتينا هنا سادسا شاهين سامي بن محمد بن علي لوهيبي ومن الجانب الآخر شعار بن دقاش من الجانب الآخر أيضا يتواجد في هذه الانطلاق هو التحدي جلمود لمبارك بن دقاش بن محمد العامري من يأتينا بهذه الانطلاق وهنا الوصول من السيف عجيل بالمرشد بن تركي بن بديع من يأتينا الشمري بهذا الانطلاق شاهين محمد بن حمد بن ملهوف لإكتبه أيضا واصلوا على المركز العاشر يصلنا برق حمد بن راشد بن عبيد المري من يأتينا بهذه الانطلاق والتحديات والإثارة إذن عشر مراكز ونداءنا الأول للعشرة المراكز الأولى ذعناها على حضاراتكم في هذا الانطلاق هو التحدي الجميل نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول أشقر أشقر من غير على الصدارة على المقدمة حارب بن حمد بن شميل الراشد من يأتينا على المركز هذه اللحظات الأول والصدارة هو المقدمة المركز الثاني المركز الثاني مرسال حمد بن محمد بن حطم العامري ووصل هنا أمشرف قادم يبغي التشريف يبغي الفوز أمشرف لسعيد بالسلطان بالمطار بالمرحان لإكتبه والقادم هناك ناصي ناصي لسيد محفوظ بن خميس بن علي لنيبي من ينطلق بهذه اللحظات هنا بالتحدي وفي الإثارة مشاهدين الكرام بينما المركز الخامس المركز الخامس هناك جلمود المبارك بن دقاش بن محمد العامري ووصل هنا شاهين سامي بن محمد بن علي لوهي بمن ينطلق بهذا التحدي والإثارة على المركز السادس وفي المركز السابع المركز السابع مشاهدين الكرام والقادم على سابع المراكز الحذر للسهيل بن بالق بن سعيد بن مرخان لاكتبه من ينطلق على المركز السابع في هذه اللحظات وثامن المراكز المركز الثامن وثامن الانطلاقات والتحديات والإثارة مشاهدين الكرام بهذا الأداء الجميل والوصول والتحدي هنا ولكن نبقى على الصدارة نبقى مع المقدمة مع المركز الأول مع أشقر حارب بن حمد بن شميل الراشدي هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول والتحدي هنا في هذا الأداء الجميل مشرف من يأتينا على المركز الثاني مشرف لسعيد بن سلطان بن مرخان هو المنطلق على ثاني المراكز بالتحديات والإثارة مشاهدين الكرام والقادم هنا أيضا جلمود جلمود قادم بكل قوة هنا أيضا لمبارك بن دقاش بن محمد العامري من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع ناصي في المركز الرابع ناصي للمنافسة هنا أيضا لمحفوظ بن خميس لنيبي من ينطلق على المركز الرابع في هذه الرباعية والمركز الخامس المركز الخامس شاهين سامي بن محمد بن علي لوهي بمن يأتينا على المركز الخامس فيه الطلاق هو التحدي مشاهدين الكرام سادس المراكز والمجموعة الأخرى هنا والانطلاق ويأتينا أشقر هنا أو في هذه الانطلاق براق حمد بن راشد بن عبيد المري من يأتينا على المركز السادس وفي المركز السابع المركز السابع والمنطلق من الجانب الآخر على سابع المراكز هذه التحديات والإثارة مشاهدين الكرام مايهاب سالم بن محمد بن سهيل العامر من يأتينا في الانطلاق والتحدي والإثارة والقادم أيضا هنا القادم في هذه اللحظات وقدومة قوي للغاية في هذا الأداء المميز هنا وحاق نايد بن مسلم بالزفنة العامر من يأتينا بهذه الانطلاق والتحديات هنا أيضا الوصول في هذه اللحظات تحديات جميلة وإثارة ولكن نعود نعود نكتفي بهذا القادر ونعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوت في هذا الأداء الجميل وهنا أمشرف أمشرف على صدارة أمشرف على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوت لسعيد بن سلطان بن مطار بن مرخان نكتبي من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر كل السيطرة على زمام الأمور يبغي السلام لأهالي مرغم في هذا الصباح الجميل وهذه التحديات والإثارة هنا الوصول من شاهين سامي بن محمد بن علي لوهيبي على ثاني المراكز والمركز ثالث ناصي ناصي على ثالث المراكز محفوظ بن خميس لينيبي وفي المركز الرابع أشقر على المركز الرابع لحارب بن حمد بن شميل الراشدي على المركز الرابع في هذه الرباعية الرباعية جميلة وانطلاق وتحدي المركز الخامس والمنطلق هنا جل مودلم بارك بن دقاش بن محمد العامري ولكن نبقى هنا مع الرباعية لأن دخلنا في الغلاف الجوية للكيلومتر الأخير في هذا التحدي هو الإثارة وهنا مشرف على الصدارة مشرف على المقدمة مشرف بالفوذي وبالنموز هنا لسعيد بن سلطان بالمطار بن مرخان نكتبي هو المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة أرى أشقر أشقر بدأ بالمحاولات بدأ بالمحاولات لانتزاع صدارة أشقر أشقر هنا لحارب بن حمد بن شميل الراشدي ويأتينا شاهين هناك أيضا لسامي بن محمد بن علي لوهيبي على المركز الثالث ولكن الصدارة المقدمة والمركز الأول هنا مشرف على صدارة مشرف على المقدمة على المركز الأول شعار صعب المضمرين هنا بالمسمى لسعيد بن سلطان بن مطار بن مرخان هو على صدارة هو أرى جلمود قادم جلمود لمبارك بن دقاش بن محمد العامري أيضا قادم بكل قوة في هذه اللحظات ولكن نقول سلام 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 مرغم اسعدتم صباحا يا أهالي مرغم على هذا الفوز الجميل هو التحدي لون الله وجلمود جلمود ومشرف مشرف وجلمود اللحظات الأخيرة هل يبقى السلام لأهالي مرغم أم يتحول لأهالي الفوعة بمدينة العين أهالي الفوعة بمدينة العين هم الأقرب للفوز الأقرب للناموس سلام 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 للفوعة سلام للفوعة سلام وإن الورود هناك فواحة ها هي مشاهدين القرام لحظة وصول جلمود لمبارك بن دقاش بن محمد العامري مشرف لسعيد بن سلطان بن مطار بن مرخان ويأتي أشقر على المركز الثالث هو ملقيته لحارب بن حمد بن شبيل الراشد شاهين في المركز الرابع سامي بن محمد بن علي لوهيبي وفي المركز الخامس الشلال لأحمد بن سعيد بن منانا من وصل على المركز الخامس مشاهدين الكرام في هذا الانطلاق هو التحدي والإثار نعود إلى التوقيت الزمني نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية لجلمود تسع دقائق واحد واربعين ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية هو توقيته الزمني تهانينا لإنبارك بن دقاش بن محمد العامري مشرف من أتى على المركز الثاني تسع دقائق ثانين واربعين ثانية أربع من الأجزاء من الثانية سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان لجتيبي وأشقر كان من نصيبة ثالث مراكزنا الحارب بن حمد بن شميل الراشدي بتسع دقائق أربع واربعين ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية ترجمة نانسي قنقر